من قانون مكافحة المخدرات إلى مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد تتوالى القرارات والإجراءات الأمريكية ضد الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد على خلفية ما تصفها واشنطن بالانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين على مدى سنوات الأزمة منذ عام 2011 مجلس النواب الأمريكي أقر بأغلبية 389 صوتا من أصل 421 من أعضاء المجلس مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد الذي تم طرحه العام الماضي بجهود من قبل التحالف الأمريكي لأجل سوريا والذي يضم عدة منظمات أمريكية وسورية تعمل على توفيق الانتهاكات المرتكبة بسوريا منذ بدء الأزمة ويتضمن نص مشروع القراءة منع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة في سوريا يرأسها بشار الأسد ومعاقبة الدول الأخرى التي تعترف أو تطبع علاقاتها مع الحكومة السورية وتنتهك العقوبات الأمريكية على دمشق بما في ذلك قانون قيصر الذي تم فرضه في 2020 وإضافة بنود للقانون تشمل معاقبة أي جهة تدعم الأسد ماليا أو تقنيا بما في ذلك نشر قائمة بأسماء الأشخاص والشركات التي تنتهك العقوبات حيث تم ذكر أسماء مجموعة من الدول منها الإمارات والسعودية ولبنان والأردن ومصر ولمنع الالتفاف على بنوده اقترح مشروع القانون وضع قائمة بالعقوبات ضد الأفراد البالغين من عائلة الشخص الذي ينتهك العقوبات على الحكومة السورية إلى جانب إضافة فقرة تشمل العقوبات فيها كل من يستولي على أملاك مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها مطالبا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم تقرير بشأن ما إذا كانت منظمة الأمان السورية للتنمية التي تترأسها أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد تستوجب الخضوع لعقوبات قيصر خلال أربعة أشهر من تاريخ إقرار مشروع القانون وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت مطلعة 22 نوفمبر الماضي مشروع قانون الكيبتاجون 2 لمكافحة تجارة المخدرات من قبل الحكومة السورية والذي يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة مهما كانت جنسيتها متورطة في تجارة حبوب الكيبتاجون المخدرة اشتركوا في القناة